مرحبا بكم في عالم حواء ثمانية مارس احتفال سنوي مميز للمرأة وطبعا أول حاجة تجي في بالنا كنسمع على اليوم العالمي للمرأة هي أنه يوم مخصص لحقوق المرأة وطلب المساواة مع الرجل لكن في الحقيقة هي أنه مبثق عن حراك عمالي للحصول على ظروف إنسانية للمرأة بدأت حكاية يوم العالمي للمرأة في 8 مارس عام 1957 وانخرجوا الآلاف من النساء لاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللا إنسانية اللي يعملوا فيها ونجحت هذه المسيرة في دفع المسؤولين السياسيين يطرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأمال اليومية يرجع تاريخ اختيار يوم 8 مارس لما تكرر المشهد في نفس التاريخ من عام 1908 وانعادت الآلاف من عاملة النسيج للاحتجاج والتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك لكن هذه المرة بطريقة مختلفة وانحملوا معاهم قطع من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالة كثيرة واختاروا لحركتهم لاحتجاجية شعار خبز وورود طالبت المسيرة هذه المرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال وكذا منح النساء حق الاقتراع ولكن دخلت الشرطة بطريقة وحشية باشي تفرق المتظاهرات تم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة للمرة الأولى في 8 مارس عام 1909 في أمريكا وكان يعرف باليوم القومي للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما عين الحزب الاشتراكي الأمريكي هذا اليوم للاحتفال بالمرأة للتذكير بإضراب عاملات صناعة الملابس في نيويورك في عام 1910 اقترحت كلارا زيكتين زعيمة مكتب المرأة للحزب الديمقراطي الاشتماعي في ألمانيا أنه يتم الاحتفال بالنساء في يوم واحد في كل البلدان من كل عام لجعل هذا اليوم ليس مجرد يوم وطني بل عالمي في 19 مارس عام 1911 تم الاحتفال لأول مرة في النمسا وألمانيا والدنمارك والسويسرا وبعدها تقرر تحديد يوم 8 مارس في عام 1913 لكن لم يتم تبنيه عالميا حتى عام 1977 ونعترفت به الأمم الممتحدة وأصبح بعدها يوم مميز للنساء يتم الاحتفال به كل عام إذن تحية تقدير لكل امرأة قدمت ومازالت تقدم كل الحب لكل حواء عاملة ومكافحة دمتي ناجحة وقيوية كل عام وأنتنع بألف خير مشاهدنا وصلنا لنهاية عدد اليوم متنسوش تشاركونا بتعليقاتكم وأراءكم على صفحتنا الرسمية اللي تظهر أسفل الشاشة شكرا لكم على المتابعة سلام عليكم